اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عضو بمجلس امناء جامعات حمد بن خليفة ورئيس مجلس ادارة اللقاحات في شركة جالاكسو سميت كلاين وهو عضو ايضا بمجلس ادارة شركة مودرن التي اجرت اول اختبار للقاح على مصابة في امريكا قبل ايام وكشفت مصادر اعلامية دولية ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان قد طلب من كبار مسؤولي الدول التواصل مع اكبر الخبراء والعلماء في مجال اللقاحات الفيروسية لاجاد عقار فعال لفيروس كورونا وتم اختيار البروفيسور المغربي منصف محمد سلاوي ليكون ضمن قائمة اللجنة نظر مؤهلاتها الاكاديمية والعلمية ومنجزاتها في مجال علم الفيروسات للبحث عن الحل الذي ارق العالم لحدود الساعة وهو مقترب من تحقيقه حسب تصريحات الرئيس الامريكي ليبسم المغرب مجددا بمداد من فخر على صخرة تاريخ الاكتشاف العلمية التي تتطلع البشرية جمعاء لتحقيقها وانقاذها من جحيم هذا الوباء ما تنساوش تكريك وعلى اشتراك على القناة الصحيفة فانتكات وكيف ما تنساوش تزورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي